طيب خلينا نتكلم في الجانب العالمي شوية وبالتحديد عن مباراة الأمس اللي أكيد يعني شهدت عدد كبير جدا من المتابعين كما هو المعتاد مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلون عشان كده معايا في هذه اللحظات عبر سكايب من لبنان دينا جاركس الصحفية الرياضية المميزة علشان نتكلم معها في مباراة الأمس تحديدا يا دينا مساء الخير مساء الخير أستاذ أمير أخبارك من ورانا الحمد لله نورا كده في البداية تقيب كلم مباراة الأمس ما بين ريال مدريد وبرشلون عقب تفوق ريال مدريد بنتيجة 2-1 وشكل المنافسة المحتدمة دلوقتي على طولة الدوري الأسباني من خلال السلاسي سلاسي المقدمة أتلتكو ريال مدريد وبرشلون شوف استستمر نحنا كمان ما فينا نستعمل تعبير تفوق ربما حصل فوز بنتيجة 2-1 لأن مسألة التفوق خلقت أجواء سلبية بالأمس بين جمهور الفريقين لأن المباراة شهدت وجهين يعني وجه بالشوت الأول رأينا فيه تفوق لريال مدريد ولكن بالشوت الثاني كان فيه وجه مغير أيضا لبرشلونة كان ببرشلونة مستفيق بالشوت الثاني عارف يستوعب ما قام به زيدان بالشوت الأول ولكن كان متأخر أظهر لنا زيدان بالكلاسيكو أنه يدرك جيدا كيفية التعامل مع مباريات الكبرى ممكن أن نقود بنقاش مطول جدا حول هذه المباراة ولكن مجرد ما أن يفوز أتلتكو مدريد ويستمر بانتصاراته فكل نقاشاتنا ستذهب في عرض الحائط صحيح أن المنافسة محتدمة وصحيح أن ببرشلونة كان يملك مصيره بيده هو ما زال يملك مصيره بيده لأن انتصارات باقي المنافسين غير مضمونة ببرشلونة كان الطرف الوحيد الذي في حال فز بجميع مبارياته هو البطل ولذلك خسر هذا الأدفانتج فأصبح الجميع سواسية اليوم طيب هذا أمر مهم جدا لكن بالتحديد تباين الأداء ما بين الشوط الأول والتاني لبرشلونة من وجهة نظرك إيه أسبابه الشوط الأول عارف زيدان جيدا أنه يلعب على نقاط قوته ولا ليس على نقاط ضعف برشلونة على عكس كوما يعني خط وسط برشلونة خط بطيء جدا بطيء بالتحولات وعنده نقطة ضعف كبيرة بافتكاك الكرة واسترجاع الكرة بينما خط وسط ريال مدريد يعني خلينا نقول معركة الوسط كسب ريال مدريد وكان الدفاع الريال دفاع بلوك واحد يعني لم يكن مهمة الدفاع منوطة فقط بالخط الخلفي مع خط الوسط المساند بل كنا نرى بلوك واحد ريال مدريد يدافع ويستخلص الكرة في منتصف برشلونة ويرتكن إلى المرتدات مجرد ما ارتكنت إلى المرتدات مع برشلونة برشلونة بطيء خصوصا مع الارتداد على الأطراف ليس هناك ارتداد على الأطراف كما يجب مع داست وقلبا هم بطيئين وليسوا ملتزمين بالشق الدفاعي في برشلونة فهذه نقطة ضعف كبيرة جدا عالف زيدان كيفية استغلالها ولكن كومان دخل على عكس هذه المجردات دخل أول عشر دقائق كان ضاغط كان هو الأفضل كانت له فرصة محققة لولا تيبو كورتوا ولكن وقع في فخص كان يقع به طوال الموسم وهو النجاعة التهديفية يعني وصل إلى المرمى أول عشر دقائق ولكن بدون تهديف وهذه هي الأزمة الحقيقية لبرشلونة التي اختفت في آخر ثلاث أربع مباريات وتجددت في المباراة الأهم الشوط الثاني دخل برشلونة مغاير أطرافه بدأت أسرع تغيير جريزمان أعطى بعض الحيوية الهجومية ترينكاو أيضا دخل كومان بجميع أوراقه الهجومية الأمر الذي أسفر عن هدف ولكن بالمقلب الآخر لدينا مدرب استطاع أن يبدل مفاتيح لعبه جميعا نحكي عن بنزما نتكلم عن فينيسوس أراحى مفاتيح لعبه مع ديئة ستين سبعين من أجل مباراة الأنفلد في ليفربول الأمر الذي يعطينا انطباع عن فارق العقليات بالمدربين وفارق كيفية النظر إلى هذه المباراة طيب بشكل سريع عايزة أسألك سؤال بيتعلق ببرشلونة وميسي هل دي كانت آخر مباراة كلاسيكو لميسي وهل في حالة رحيل ميسي هل تتوقع أن ممكن محمد صلاح يكون اللاعب اللي يكون مكان ميسي في برشلونة أم ممكن يكون ريال مدريد أيضا ضمن خططه التعاقد مع محمد صلاح من خلال متابعتك ومصادرك صعب أن نتنبأ فيما كان ميسي لعب الكلاسيكو الأخير هذا سؤال لا يمكن الإجابة عليه سوى ميسي ولكن الأجواء مؤخرا في برشلونة كانت أكثر استقرارا وتميل إلى بقاءه من رحيله فيما خاص محمد صلاح أتمنى في أي نادي كبير إن كان ريال مدريد وإن كان برشلونة بمعزل عن رحيل ميسي من عدمه لأن صلاح يستحق في هذه المرحلة من مسيرته بأن ينتقل من نادي كبير إلى نادي النخبة إن كان ريال مدريد أو برشلونة الفريقان سيرحبان به في حال كان مطروح في السوق وفي حال طرح نفسه طبعا ريال مدريد أقرب لأن بحاجة إلى لاعب بنوعية صلاح بكاركتر صراح أكثر من برشلونة دينا أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهمة جدا دينا جاركس كانت معنا عبر سكايب الصحفية اللبنانية المميزة وتكلمنا معها بالتحديد في الشرق العالمي وأكثر تحديدا فيما تعلق بمباراة الأمس بين ريال مدريد وبرشلونة شكرا شكرا جزيلا هاروح لفاصل بعد فاصل نكمل يابا شكراً للمشاهدة